ايران وحزب الله تخطب نصر الله قبل اسبوعين نعم دورهم ماذا يمكن تقول علنا ايران وجهت لها الكثير من الكلام وادوار اقليمية وان هذا مرتبط بمواجهة امريكا ووقف التطبيع بين السعودية واسرائيل وغيره في الحرب كما في السياسة لا يمكن ابدا ان تهجم هدوك الا اذا عرفت سر قوته هذه قاعدة استراتيجية لا يمكن ابدا ان يكون الانسان غافلا عنها ولا يمكن سبق لجمال الافغانية عندما كان الاستعمار البريطاني متمكنا من كل الدول الاسلامية قال قولته المشعورة لو كنا دبابا نحن كمسلمين كنا ديكسة اربعائمية مليون وذهبنا فوق بريطانيا وفقط دعا منا صوت الدباب لانهارة بريطانيا هؤلاء دول دائما تنظر الى الشيء هم يعرفون انه عندما جاءت امريكا بالباخرة الاولى وبالتانية البواخر لا تدخلوا التراب البواخر دورها في البحر ترسلوا الطائرات لتفعلها اقل مما فعلته اسرائيل بغزة في هذه المرة لانه على الاقل سيبقى شيئا من الحياة فلهذا الادوار التي يقومون بها ما هو ظاهر قد يعتبره الانسان العادي امتالي انهم لم يدعموا فقط لم يدعموا الطورة في غزكة ما يجب ان ولكنه انا ما ادراني ماذا يتم في الكواليس بين هانية وبين السنور وبين خالد مشعل وبين هؤلاء الجماعات هذه الحرب في السلم سلم وفي الحرب حرب للسلم ابطاله وللسلم مجاهدوه والاقوياء وهو يشدون على النار بايديهم من اجل ان يمنعوا شعوبهم من الفناء وفي الحرب هناك رجالاته الذين يقدمون انفسهم شهداء وهكذا تحرر الشعوب لن تحرر ابدا بما يهيئه الآن سنبني المستفيات ان غزة الان مخطمة ومنتهية اذا نساعدها الان بالكلمة الطيبة اذا نساعدها بالكلام المعقول فكلام الشعوب وهي المظاهرات وهي الايمان ولكن كلام المسؤولين هو كلام آخر الوسطة القطرية في هذه الحرب نعم الوسطة القطرية اعتبر ليس هذه الوسطة الأولى تكاد قطر تكاد قطر تكاد قطر ان توصف بانها دولة اصبحت دولة الوساطات فافغانستان كان لها دول كبير من اجل انهاء الحرب ومن اجل اجلال الامريكيين وعملاءهم ولكن الوسطة توقفت هنا الوسطة القطرية بكل اساف لم تستمر من اجل دعبيه الشعب الافغاني الوسطة القطرية لا تأثيرها الآن فيما نحتفل به هذا اليوم من انتصار في السلم ومن اهد التوقيع الاساسي هذا شئ لا يمكن ابدا ان ينكر لقطر وهو شئ مسجع ولكن لا يمكن ولكن لن نسمح لهذه المواقع ان تقول بان غز بانه قطر لا قيمة لها لانها توجد فيها القواعد الامريكية القواعد الامريكية موجودة في كل مكان في الغربي وفي الشرق وفي كده نحمد الله على المغرب الذي كان في بداية استقلاله انهى هذا الموضوع ولم تبقى عندنا القواعد الامريكية من اجل ان نعيار بها اليوم يجب في هذه المرحلة لان الواقع العالم العربي الان كل من يستطيع ان يقدم شيئا كل من يستطيع دولا وشعوبا وكل في العالم العربي الاسلامي يجب ان نسجعها وانحمد له فعلا من اجل ان تستمر تلك الشرارات التي يمكن ان تكون فيما بعد هي القوة التي يمكن ان تحرر الانسان العربي لا يمكننا ان نلمز كل من يقوم بدور مثل دور الوساطات بانه انما هو عميل بان بلده في القواعد الامريكية قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر العجب ترجمة نانسي قنقر